السلام عليكم ورحمة الله اذكركم ان احنا مبارح قلنا احنا ليه غيرنا البداية بتاعتنا من الكلام عن الحمد لله للكلام وبداية الكلام بالسلام لان احنا اتجاهنا في رمضان ان احنا نحاول ان نصل الى السلام وتكلمنا في تأسيس نظرتنا للسلام وعلاقته برمضان وتكلمنا كمان في اول خطوة وفي مرحلة البقاء في حضرة مولانا سبحانه وتعالى وقلنا ان احنا نقسم البنامج في رمضان الى ثلاثة اقسام جزء ان نتكلم فيه عن بقاءنا في حضرة مولانا سبحانه وتعالى وجزء ان نتكلم فيه عن علاقتنا بالناس وجزء ان نتكلم فيه عن علاقتنا بانفسنا وهدفنا في كله ان احنا نكون غرقين في انوار السلام وتكلمنا مبارحا سلام مهم جدا 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 وهو سلام المحبة الربانية سلام المحبة الربانية اللي تخليني ابتدي وانا بابتدي حياتي مع الله ابتدي بانني ابدأ مع حبيب سبحانه وتعالى يعني ايه ابدأ مع حبيب ابدأ مع من يحبني فانا ابدأ وانطلق وانطلق في الحياة مش مع من يكرهني او من يتربص بي ولكن ابدأ مع من يحبني فيان شرح صدري فاحس باننا في سلام يعني ايه في سلام انني لست مطروضا ولكنني مرغوب مطلوب فاذا كنت مطلوبا فالابدأ وانا في سلام النهاردة بقى عن انتقل الى خطوة اخرى والنهاردة مازلنا في اليوم التاني من رمضان واحنا بنفكر حضراتكم ان احنا في المحطة الاولى اللي هي محطة السلام والعيش مع الله سبحانه وتعالى وشعرنا فيها زي ما قلنا البقاء في حضرة مولانا والنهاردة عن نتكلم ونبني على سلام المحبة الربانية سلام تاني مهم جدا جدا ومن اهم مجالات السلام واللي لو عشتي فيها بسلام حياتك كلها تكون سلام واتكون حياة طيبة كلها سلام النهاردة عن نتكلم على سلام مش ممكن نتخيل بعد المحبة الربانية إلا وإحنا بنعيش في السلام ده اللي هو سلام إيه؟ سلام الافتقار سلام الافتقار يعني إيه؟ أن أكون سالما لأنني دائم لاحتياج إلى من لا يتركني هو ده معنى الافتقار أنا دائم لاحتياج إلى من لا يدعني ولا يتركني اللي هو من؟ الله يبقى لأنه يحبني فإيه اللي حصل؟ جبلني على الافتقار إليه فلما جبلني على الافتقار إليه إيه اللي حصل؟ جعلني في أمانه وجعلني في ضمانه وجعلني دائما لا أشعر بالخوف لأنني يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله فكلما استشعرت أنني دائم لاحتياج إلى من لا يتركني وهو الله فإلا حاصل يحصل في قلبي سلام سلام إيه؟ أليس الله بكاف عبده فأشعر بالسلام فالافتقار هو دوام الاحتياج إلى من لا يتركني فأصبح مفتقرا إلى حبيبي ولا أرى نفسي مستقلا عن مولاي فأنا في أمانه وما سميت الحسنة حسنة إلا لأنها من ماذا؟ من فضل الله فإذا كنت أنا في رمضان أطلب الحسنات فأنا لا أطلب الحسنات يعني لا أطلب هذه الأرقام ولكن أطلب ماذا؟ أطلب أن أبقى في رضا الرحمن فأنا مفتقر إلى الله لا أفتقر إلى ما سواه وعشان كده في آفة خطيرة بتحصل وممكن تأثر على سلامنا ده سلام العبودية وهو آفة عندما يحصل عند بعض الناس أنهم ما يكونوش حسين ومتملك من قلوبهم سلام الافتقار يحصل لهم حاجة كده تشوش عليهم سلام الافتقار تحصل لهم حاجة تخليهم مش حسين أنهم في سلام وتخليهم يلهسوا ويحسوا أنهم مش قدرين يوصلوا لشيء إيه اللي بيهدد سلام الافتقار إلى الله؟ شيء مهم اسمه عبادة طلب الرصيد إيه هي عبادة طلب الرصيد دي؟ ده اللي هنعرفه ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم وكنا بنتكلم قبل الفاصل على آفة شديدة جدا جدا ممكن تهدد سلامنا لما نكون مع مولانا سبحانه وتعالى وبنتكلم عن سلام من أحب السلام اللي ممكن يحصل لقلب عبد وهو أن انت تعيش مرتاح لأنه مفتقر إلى كريم وهو الآفة اللي فيها بيطلب الإنسان ويعبد الإنسان الله بطلب الرصيد إيه بقى عبادة طلب الرصيد؟ في ناس كتيرة هموهم في الهبادة وخاصة بيظهر أوه في نهار رمضان وفي رمضان وفي قيام رمضان وفي كل العبادات اللي بتكون في رمضان بيبقى هموهم إن يوم ما يجمعوا حسنات بس وهو داخل العبادة لا يقصد غير هذا هو داخل رمضان هو مسك المصحف هو بيقرأ القرآن هو بيعمل ده هدف وهدف واحد فقط هو إنه هو يبقى عنده لي رصيد عند الله المعنى هنا خطورته بيتمثل إنه هو بيفرغ العبادة من مقصودها اللي ربنا شرعه من أجله فربنا شرع العبادة من أجل الوصف من أجل أن أظل قلبي متعلق بالله ولذلك السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجن يعني قلبه معلق بالله المسألة إن الصلاة جاي عشان نتعلق بالله حتى الصوم جاي عشان أتعلق بالله والدليل على ذلك إن حضرة النبي فيما روى عن رب العزة فإنه لي يعني المقصود من الصوم هو أن أتخلى عن الطعام والشراب وأعرف أنني لا أستطيع أن أتخلى عن مولاي لا أستطيع أن أحيا بغير مولاي هذا هو المقصد من الصيام المقصد من الصيام أن أحتمي بالله أن أكتفي بالله أن لا يكون لي إلا الله فربنا سبحانه وتعالى عشان كده لما الواحد ممكن تفصل لي أشياء كثيرة جدا في الحياة ولا يفهمها أنه هو ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعطي على عمل قليل حسنات كثيرة جدا لأن العبد أحدث تغييرا في قلبي قلبه تعلق بالله وإحنا عارفين أن المرأة الغانية التي سقط الكلبة فغفر الله لها ففكرة أنك تدخل العبادة لأجل الحسنات وهي الحسنات على فكرة ما تسميتش حسنات زي ما قلنا إلا لتجل الله عليها بالجمال دي فكرة ممكن تقتل في العبد حلوة العبادة أنه هو يكون قاصد الحسنات ويحس أنه هو فقط اللي بقيله من العبادة أرقام لكن اللي مفروض يبقى في العبادة هو الوصال والافتقار حتى تشرق الأنوار لكن لو العبد دخل بدا هتجد ناس كتيرة جدا جدا ربنا يدعوها إليه هي حسة أنها بدل ما لهاش رصيد يبقى ما لهاش مكان في حضرة مولانا وهذا خطر الإنسان لما يحس أنه ما عندوش رصيد يحس أنه ما ينفعش يبقى في حضرة مولانا وما يصحش أنه يبقى صيامه مكتوب عليه فإنه لي ويحس أنه ما لهش مكان في حضرة مولانا ولذلك عبادة الافتقار وسلام الافتقار يحصل لكل الناس كل الناس ما عندهمش غير الله كل الناس ولذلك سيدنا أبو بكر يقول لو إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله يعني إيه ليس لي إلا الله أنا فقير إلى الله لن يدخل أحد الجنة بعمله ويمكن أنا قلت لحضراتكم قبل كده أن العبادات ليست طلبا للرصيد وإنما لأجل أن يقبلني الله في ساحة العبيد ولو أنت مفكر أن كل ما يكون عندك رصيد حسنات كتير يبقى كده أنت في السفصيد السفصيد يعني في منطقة الأمان أقول لك أني دا كلام مصصحيح وحديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بتدل على خلاف ده وإحنا عارفين حديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لو أعلمان أقواما يأتونا يوم القيامة بحسنات أمثال جبال التهامة إيه اللي حاصل؟ هذه الجبال الجبال التهامة فيجعلها الله هباءا يجعلها الله هباءا منصورا فبلاش؟ وإحنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى يبقى عدفنا أننا إيه؟ أن يكون عندنا رصيد ويكون عندنا رصيد وبنسأل رصيدنا قد إيه؟ طيب إيه المعنى اللي إحنا عايزين نعبد ربنا علشانه؟ المعنى ده هو إنك تتحقق بأنك دخلت العبادة بعد سلام المحبة الربينية تدخل على سلام الافتقار فتعيش بقولي ولا يزال عبدي يتقربوا إلي بالنوافل حتى أحب فإيه اللي حاصل؟ فتظل وتظل وتظل عبدا مفتقرا لله ولذلك بقول لأحبابي أنت زال عبدا ولا تزول عن العبودية لأنك إذا زلت عن العبودية لن تزوق حلاوة الربوبين أنت لازم تظل عبدا وتظل مفتقرا ويمكن علشان كده المعنى ده الحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمل ولكن بأي شيء بيدخل الإنسان بعمله؟ بالافتقار ولذلك حضرت النبي قال قالوا له ولا أنت يا رسول الله يعني أنت صاحب الرصيد الكبير قال قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي فيتغمدني برحمتي يعني أنا مفتقر الرحمته ولن تنان الرحمة التامة إلا بالافتقار التام إذن عشان تعيش في سلام وإنت عبد أيصر شيء ممكن يساعدك على ذلك العيش بالقيم والأخلاق عشان تعيش فقير مفتقر إلى الله وإن ربنا سبحانه وتعالى ينظر إليك وينظر إليك فينور قلبك بالقيم والأخلاق فتحس إن الله سبحانه وتعالى ينظر إليك وتسعد بأن الله يملكك وأنت لا تملك يبقى أحلى حاجة إن أنت تشعر بأنك مملوك ولست تملك وإن ربنا سبحانه وتعالى يعلمك إن العبودية حياة وعلى الرغم من إن سلام النهاردة بيقول لنا إن العبادة ليست طلبة للرصيد إلا إني بقول إحنا محتاجين نزود في العبادات في حياتنا وإن خلي حياتنا كلها عبادات علشان ندخل في سلام الافتقار لإني اللي بيمنعنا من كثرة العبادة هو إحساسنا بالاستغناء إحساسنا بالرصيد إنتم مش متخيلين إني إحساسي إن أنا عندي رصيد عاي خليني إيه؟ عاي خليني في بعض الأحيين لا أرى جملة من العبادات كثيرة زي عبادة القول الحسن زي عبادة التبسم في وجه الناس زي عبادة إن أنا أحب للناس ما أحبه لنفسي وأنسى التقارب إلى الله في كل شيء ويبقى ساعتها أنا محتاج إن أنا أتنبه إلى اليقين من إنني في ساحة مولايا وإن أنا فقير محتاج لمولايا في كل نفس من أنفاسي وعشان أقدر أوصل لهذا الافتقار أنا شايف إن إحنا لازم نتحقق بسبع صفات تعالوا مع بعض أنا وإنتم نشوفوا الافتقار دي أول صفة هي صفة الحب فحاول أن تغسل قلبك بصفة الحب حاول أن تغسل قلبك بصفة أن الله يحبك ودي الصفة اللي إحنا أخذناها من سلام المحبة الربانية الحاجة التانية أن الله سبحانه وتعالى يعلم حالي يعلم أحوالنا فهو يحبني ويعلم حالي ليه طيب عشان ما ألاقش هو طيب هو يعرف حالي ولا لا لما كون فقير هو يعلم حالي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير السفة التالتة اللي أنا لازم أعتقدها في الله عشان يحصل للسلام ده أن الله سبحانه وتعالى لطيف بي أن الله لطيف بعباده يبقى احنا ربنا لطيف بنا يحبنا بعد ما يحبنا إيه كمان يعلم أحوالنا لطيف بنا وإيه اللي حاصل ويملك كل السفة الرابعة ويملك كل أحوالنا يبقى الله سبحانه وتعالى يملك كل أحوالنا السفة الخمسة أنك تعرف أن الله سبحانه وتعالى قدير يعني يفعل ما يشاء ويستطيع أن يوجد كل شيء إذا أراد السفة الستة أن أنت تعلم أن الله يسمعك ويسمعك بغير صوت يعني يسمع قلبك والسفة السبعة أن الله يراك يبقى إذن بهذه السبعية إيه لا يحصل هيكون لدينا ارتياح بإني ماذا بإني كل شيء أفعله الله يعلمه فبهذه السبعية يبقى عندنا ثلاث خطوات لازم نجرب نفسنا فيها عشان ندخل في سلام في سلام الافتقار إلى الله الأولى نزود عبادة جديدة وخلونا نبتدي بحاجة تانية تعالوا نبتدي بفلسفة التخلية قبل التحلية خلونا نشوف أن احنا عايزين نبطل ونترك الكلام في حق الناس ونترك كل أشكال البحث حول أخبار الناس ونترك كل أشكال البحث عن الكلام الذي قد يوجع الناس فأنا شايف أن أنت عشان تقدر تتمتع بدا لازم تبدأ بالتخلية تخلي نفسك كيف تصمت إذا لم تستطع أن تقول قولا حسنا فاسمت حضرة النبي يقول فلياكل خيرا أو ليصمت والصيام يصعدك على الصمت ده لازم يبع عندك ورد من الصمت وانت صايم لازم يبع عندك يعلمك الصيام إزاي تصمت وإزاي تستمتع بأنك فقير أن أنت تسمع من الله إزاي أنت تحس بأنك فقير أن يلهمك الله سبحانه وتعالى لكي تغسل قلبك فتغلق أذن قلبك عن سماع الكلام غير الحسن وتغلق أذن قلبك عن سماع كلام الناس في الناس وساعتها هتحس بأن قلبك تخلى في مكان كده في القلب تخلى وهنا قلبك سيتنقى من هذا السوق وكمان الإجراء اللي بعد كده إحنا خلاص خلصنا التخلية ناخد التحلية بقى إيه التحلية؟ إن أنت تزود عبادة من العبادات تزود نافلة من النوافل ليه؟ لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد ما قال وما تقرب إلي المتقربون بأحبة مما افترضتوا عليهم وما يزالوا عبدي تقربوا إلي بالنوافل حتى أحب أنا عايزك بقى تعمل إيه؟ تنشئ عبادة في قلبك تقربك من الله إن أنت مثلا تقول لبنتك مثلا يا ست البنات إن أنت تقول لزوجتك يا أمر عمري تبتكر كلام وتبتكر أفعال تقصد بيها وجه الله إن أنت تجيب عبادة جديدة لم تدخل على حياتك تجدد بيها حياتك زي ما سيدنا يا بلال كده عمل إيه؟ صلى بعد الوضوء لقى الوضوء جميل قوي 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 بيطهروا فصلى بعد الوضوء زي الصحابي لما دعا بعد القيام من الركوع لما أدرك الركعة لدرجة إن حضرة النبي فرح قوي بالدعاء ده لازم تعيش بقى حلاوة إن من حسن الإيمان ومن حسن الافتقار الإبداع في حب البديع مش بنتكلم على إنك أنت تزيد ركعة في الصلاة ولا بنقول لك إن أنت تجيب صلاة ستة لكن تسن سن حسن في قلبك وبينك وبين الله ده شيء هيخليك تحس بجمال الله سبحانه وتعالى وبحلاوة الافتقار بالله إزاي إن حلاوة الافتقار بالله تملأ قلبك بالنور لإن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه أول إيه؟ سمى نفسه أول بديع آخر حاجة آخر خطوة إن أنت تجلس عشر دقائق تخلو بالله سبحانه وتعالى لتناجل الله سبحانه وتعالى تناجل الله عشان تصل إلى أن يكون بينك وبين الله الإغناء أنت فقير من الله فيغنيك بنوره يبقى إيه لحاصل وانتقي صفة من صفات الله وناجل الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة وتعالوا نشوف الصفة مثلا نضرب مثلا بصفة نناجل الله سبحانه وتعالى بها لكي نضرب قلوبنا على ذلك فقل أو أنت بتتعلق بصفة القدرة مثلا وبتشعر بأن الله قدير فتناجل الله فتقول له يا سلام يا من أنت قادر على كل شيء وعبدك لا يقدر على شيء وأنت تراني وقد قسرني كل شيء وأنت يا مولانا تعلم أن هذا من وهمي وأنت تقدر على أن تصرف أوهامي وتغسل قلبي من أوجاعي وتمنع عني أفكار السوء وإني قد حسنت الظن فيك فيا قدير أسألك أن تزيل عني أوهام نفسي وإني على يقين أنك على كل شيء قدير يا سادة قبلوا على الله وعيشوا التجربة اللي احنا قلناها لكم عيشوا في سلام الافتقار عيشوا مع الله سبحانه وتعالى هذا السلام عيشوا مع الله هذا السلام بالصمت وبديع العبادات وبالخلوة مع الله وناجو الله سبحانه وتعالى بإسم أسمائي وبصفة من صفاتي عشان يغمركم هذا السلام سلام التعلق والافتقار بالله سبحانه وتعالى سلام الافتقار الذي يفتح لقلبك بابا للأنوار سلام الافتقار الذي يجعلك ترى جمال الغفار سلام الافتقار الذي ينزل عليك من الله سبحانه وتعالى كل العطايا ويزيل به عنك كل الأوزار يا رب العالمين اجعلنا من أهل سلام الافتقار وحكونا لما تخوت تجربة أن أنتو تغرقوا في سلام الافتقار إيه اللي هيكون معاكم وعن انتظر تجربتكم دي في تعليقاتكم عندنا على الصفحة يا سادة سلام الافتقار باب من أبواب زوق حلاوة الأنوار عندما يتجلى عليك بالجمال الغفار يا رب جعلنا من أهل سلام الافتقار يا رب العالمين وجعلنا دائما في رضاك فاصل ونرجع نستقبل أسئلتكم المباركة ونبيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها تلقى عليها إسئلتكم وكمان عن تلقى عليها تعليقاتكم على تجربتكم مع سلام المحبة الربانية وسلام الافتقار إلى الله اللي تكلمنا عنه النهاردة بالتفصيل ونالكم في تجربة مهمة لازم نخوضها وإحنا بنجرب نفسنا مع الصمت ومع ترك سماع الكلام ومع زيادة عبادة جديدة ومع كمان الخلوة مع الله وانتقاء الصفة من صفات الله وإن إحنا ندعو الله سبحانه وتعالى بها في هذه الخلوة ولكن اسمعونا تعالوا ناخد أول اتصال النهاردة من أستاذ صبحي من الأليوية أستاذ صبحي أيها خاندم اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ صبحي معدازنا حضرنا أنا عندي 62 سنة يعني لسه شاب لسه شاب اه اتعرضت الأزمة قلبية طيب من 20 يوم على أسارة دخلت مستشفى وعملت أسارة قلبية وركبت دعامات ربنا يجمع لك بين تمام الأجر والعافية يا رب الله يخليك فالدكاترة منعونه من الصيام نهائيا وعلاج لمدة سنة طيب يبقى إحنا دلوقتي الدكاترة قالوا مش هتصوم تاني خالص حاج صبح هو قال لي ما تصومش خالص يعني السنة دي ما تصومش مش عارب بقى يعني لا معلش يعني احتاج ان احنا نسأل الدكتور هلا هصوم تاني خالص غير السنة دي ولا لا حاج صبح هو قال لي ما تصومش لمدة سنة يعني قدامك سنة عدم صيام وعلاج لمدة سنة طيب ماشي كمل سؤالك وبعدين أخذ منك استفسار واحد أنا دلوقتي يعني هينفع عليها تعويض خلال السنة دي أو السنة كلها علاج ما عشان كده عشان كده كان السؤال يا حاج الصبح لازم ترجع للدكتور تاني وتسأله هل أنا بعد كده بعد السنة بعد سنة العلاج ربنا يديك الصح يا رب ويجمع لك بين تمام الأجر وعرف ايه بعد السنة دي هقدر أصوم تاني ولا مش هصوم تاني خالص قل لي قل لي بصراحة عشان دي متعلق بيها الحل في الحال كنا دكتور هقول لحضرتك إذا كان الدكتور قالك مش هتصوم تاني خالص هتطلع فدية هتطلع فدية فدية 30 جنيه الفدية قيمتها 30 جنيه عن اليوم الواحد خلاص طيب لو قالك لا هتقدر تصوم لو قالك لا هتقدر تصوم يبقى أنت ببساطة خالص بعد ما تخلص سنة العلاج عوض اللي فاتك ده وما عليكش فدية يعني بعد سنة العلاج دي افرد عليك رمضان كامل وابقى عليك رمضان تاني هتصومه 2 و 5 و هتخلصه هتخلص هتخلص دولة في السنة اللي بعدها على طول يبقى إيه اللي حاصل يبقى أنت لو الدكتور قالك مش هتصوم تاني خالص هتطلع فدية عن كل يوم 30 جنيه طيب لو إنك انت لا أنت دكتور قالك أنت بس السنة السنة دي مش هتقدر تصوم عشان مسألة الدعامة والأسطرة خلاص يبقى السنة دي مش هنطلع فدية ولا عن عوض وبعد ما الدكتور يزلنا بالصيام عن عوض الصيام اللي فات نعم أستاذ دعاء تتفضل وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ دعاء ازاك حضرتك دكتور عمر بخير الحمد لله كل السنة وحديك طيب وحديك طيبة وبصحة وبسلام يا فندا ألا نخليك يا دكتور عمر أنا كان عندي سؤال خارج شهر رمضان وكده أسأل حضرتك أنا كان ليا أختي أظهر مني وهي أنا كنت زعطف عليها وكويسة معها جدا وأنا مش قادرة سامحها في اللي عملته فيها إيه اللي حصل أستاذ دعاء أنت معنا ولا أفلتي طيب أستاذ دعاء حاول تتصل بينا مرة تانية يا أستاذ دعاء ليه بقى؟ لأن يبدو أن إحنا محتاجين بس أن إحنا نراجع السؤال مرة تانية بنرأة كرر بس أستاذ صبحي إحنا الفدية خلاص اللي استقر عليها فاتوة دراجة لفتاة المصرية بعد ما حسبنا لتنين كده ونص يوصلوا كام؟ فهو إحنا بنحسب على أقل شيء يعني الفدية دي أقل حد أي حد عايز يزود تاني يزود بس أقل حد في الفدية هو تلاتين جنيه أقل حد في الفدية هو تلاتين جنيه فيكون الأستاذ صبحي زي ما قلت له إذا كان الدكتور قال له أنه هو يصوم بعد كده يبقى خلاص ما علوهش فيدية ولا علصية ولكن يعوض الأيام اللي فاتته بعد ما يخف طيب وبعدين وما يروحش يحاول يصوم الدكتور بدل قال له أمراض القلب دي والأحوال اللي زي دي بيبقى فيها خطر بدل الدكتور قال له ما يصومش يبقى ما يصومش في الأحوال اللي إحنا فيها دي لأن إحنا مش حملة إن إحنا نتعرض لأي خطر طيب لو الدكتور قال له لا مش هتصوم تاني يدفع فدية تلاتين جنيه عن كل يوم نعم الأستاذة هيبة من المينيا تتفضل الوقت يا شيخ لما هيبة معك من المينيا تتفضل يا أستاذ هيبة الوقت اللي إجرى يعني في المصحف أنا ما عرفش أجرى جوة يعني في المصحف يعني أجرى على جدية يعني إجرى على جديكي وعتخدي ثوابين بالثواب واحد يبقى أنا أقول لك حاجتين بس يا أستاذة هيبة ممكن لو سمحت توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون ماشا شيخ ماشا شيخ طيب أستاذة هيبة هتعملي إيبة أنت دلوقتي هتقرأي إن شاء الله تقرأي اللي تقدري عليه وإن شاء الله لك يستوب وما تسيبيش المصحف اوعي تسيب المصحف أنت لو مش عارف هتقرأي وانت بتقرأي على قدك اقرأي على قدك وما حدش وما تسمعيش لحد لهو يسخر منك ولا أي شيء اقرأي على قدك وإن شاء الله لك يستوبين لكن كمان فيه إجراءين حلوين أول حاجة تشوفي حد يعلمك القراءة قراءة القرآن حتى وإذا ما لقتيش حاولي تقري وراء إزاعة القرآن الكريم يعني حاولي تقري وراء أي قارئ متقن ده وقت عيحسن من قراءة الكتير يبقى حاجتين إما تشوفي حد يعلمك قراءة القرآن الكريم بس في الفترة دي برضو ما تسبيش القرآن برضو تقرأي أو ما لقتيش حد تقرأي خلف قارئ متقن وإن شاء الله ربنا يبارك لك أستاذة هيبة نعم أنا أنا ما بصومش سنة حدرت كم سنة؟ أنا؟ آه عندي عندي 56 بس أنا عندي كان حمة التيفوت والمرانية وعندي السكر وعندي الضغط فالدكاترة قالولك ما تصوميش آه أنا كنت بصوم أنا جات لي من 2016 بس كنت بصوم لما دخلت في غيبوبة آه الشهر اللي فات بقى الدكتور قال لي ما تصوميش تاني ربنا يجمع لك ما بين تمام الأجر والعافية يعني الدكتور قال لي ما تصوميش تاني خالص يا حج آه بس أنا بطلع السلوس من السنة اللي فاتت بس أنا زعلانة لأنا ما بصومش لا أنا أقولك حاجة تفرحك بص يا حج أنت وانت ما بتصوميش دلوقتي بسبب المرض إن شاء الله ربنا يكتب لك ثوابك كاملاً وكأنك صحيحة فأنت ما تزعليش وما تجديش في قلبك ربنا رحيم وربنا كريم ليه طيب لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في هذا الدين من حرج فخلاص يا ستي بالعكس أتى في الحديث ماذا؟ أن الشخص إذا كان مسافراً مريضاً يكتب له ثوابه مقيماً صحيحاً فخلاص فأنت ما تزعليش ثوابك مكتوب لك إن شاء الله أهم حاجة أنا أقولك بقى أهم حاجة وانت بتعملي بقى عبادة مهمة دلوقتي عندك اسمع عبادة الرضا الرضا أن أنت ترضي ومن أهم الرضا أن أنت ترضي أن أنت ربنا سبحانه وتعالى رزقك بأنك أنت ما تصميش ويكتب لك السواب فعلى ممكن واحد يأخذ السواب ومعملش العمل آه لما يكون قلبه معلق بهذا العمل ومنع بمانع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أناساً بالمدينة ما سرت مسيرة أو قطعت موادياً إلا كانوا معكم قال وهم في المدينة يا رسول الله قال وهم في المدينة حبساهم العزر فأنت حبسك العزر عن الصيام فإن شاء الله لك السواب كاملاً غير منقوص إن شاء الله وكمان عشان يبقى لك السواب والوداد والوصال الرضا بقى إن شاء الله بالرضاك إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يرفعك أعلى المقامات نعم أستاذة دعاء تتفضل أنا وعليك عليك وصنعكاته ممكن تسؤالي كيف تفضلي أنا كنت مركبة لوسيلة كابسولة بعدين كتعمل عن ديندي فركبت الجهيل فبرضو الجهيل بيعمل زي استحاضة على طول كل يوم أو ممكن كل ما أنا مش عارفة بقى دي استحاضة ولا دي البيروت العادية فأمش عارفة السؤال أنت كليك عادة معروف ولا لأ لا أنا بقى لي سبع سنين ما فيش عدم مستكر طيب أمال أنت بتعرفي بتعرفي الحيط من عدم الحيط إزاي بعلامات ويعني الدورة بيبقى لأ لون وإي حال كويس بقى أنت السؤال الدم اللي بينزل ده من ساعة مركبة الجهاز أنا مش عارفة بقى التخضاء أو بيروت مش عارفة مش عارفة تميزيه خالص لا طب وأنت كان بيجيلك الحيط في وقت محدد كان بيجيني يعني أنا مش فاكرة كان بيجيني من عشر إلى خمستاشر فأنا بقى لي سبع سنين فمش مذكر يعني مش مذكرة قوي يعني والدم ده كل الشهر نازل كل يوم أو كل يومين أنا شلت الكابسولة بسبب كده وركبت الجهاز ما في الكلام برضو بنزل كل يومين تلاتة دم أسود وما هو مالوش ريحة بس هو دم كتير وأسود لا فأنا مش عارفة صلاة نافعة وصيام ستني بس لكن الدم ده الدم ده شبه الدم بتاع الحيط بتاعك أو لا لا خالص لا مش شبه دم الحيط ومش قادر أتميزي ما بين دم الحيط بتاعك والدم ده لا يبقى أنت مفروض تمكسي المدة التي كان اللي كنت بتعوضيها وباقي الأشياء دي بدل فيه سبب طبي والأطباء قالوا لك إن ده دم استحاضة قالوا لك إن ده ده نزيف لا أنا لا الدكتور قال لي ده استحاضة وصلي عيدي فأنا حبت أسهل يبقى إحنا هنعمل إيه؟ الدم بتاعنا ده نميز الأيام التي نميز الأيام التي فيها قدرة على التمييز وتكون هو ده دم الحيط والأيام الأخرى هيكون دم استحاضة فيبقى نعمل إيه؟ نحاول أن نميز الأيام أنت حتى قلت إن أنت لو قدرت تتميزيه بتقولي بالريح بنميز الأمر ده ونميز الكلام ده ويمكن أن نستعين أيضا بأطباء إنهم يساعدون في ده أنا مش موافق إن الطبيب يقولك إن كل الدم ده هو الدم استحاضة مش موافق إن الدم كله دم استحاضة ده لا إحنا نميز ده نميز ده بالأوصاف اللي أنت كنت عارفاها حاول تتذكر الأوصاف اللي كانت قبل السبع سنين ونحاول نميز الأيام دي فنمكسها بغير الصلاة والباقي الأيام دي نخص موضع ونتوضع لكل صلاة نعم كسائر الاستحاضات أستاذ محمود مشارئ إيه؟ تفضل مزيح حضر بك شغير نعم وفضل الحمد لله سؤالين نفس محت السؤال الأول المدام عندي كان عندها الدورة الشهرية نعم فأخذت الأيام بتاعتها وعدت فذات مبارح المفروض إنها قطعت دم وفعلت إن أنا هصوم بقى من ده أمد النهارده فشطفت منها فالنهارده من ساعتين تقريبا يعلى أنت لقيت نقطة الدم تغيرها كده فهل كده صيما صحيح؟ بدل ده متصل بالحيد يبقى خلاص يبقى دوت من الحيد والحيد من أحكامه إنه ممكن يزيد وينقص يعني بدل دي فيها نفس الأوصاف وفيها نفس الصفات يبقى دوت من الحيد لكن هي لو رأت العلامات يعني رأت القصة البيضاء ساعتها خلاص يبقى دوت استحاضة لكن لو إن هي ده متصل بالحيد الحيد ممكن يطول فالحيد المدة اللي موجودة في الحيد دي دي أغلب المدة لكن ممكن يطول الحيد ممكن يطول الحيد فممكن يزيد يوم اتنين فهي إلا حاصل زي ما قلت لحضرتك إذا كان ده في نفس أوصاف الحيد فهو من الحيد وإذا كان هو عشان تطهر لازم يبقى عندنا حكتين إما القصة البيضاء ودوت سائل معروف عند النساء أو بالجفوف لو ما كانش حاجة من الاتنين دي حصلت والدم ده متصل بداه يبقى دوت على طول من دم الحيد نعم ولو نفس حكم الحيد لكن كده ما تكملش يصيرهم بقى الصومشة لما تأكد خالص لما يحصل جفوف أو يحصل القصة البيضاء غير كده إذا كان الدم ده متصل بداه وفي نفس الأوصاف يبقى هو من دم الاستحاط من دم الحيد إذا كانت في نفس الأوصاف هي مصممة حتى بتقول لو في حاجة تنزلنا برضو هامتنع عن الأكل والشرب وكده في حاجة اسمها احترام احترام الشهر إن هي عايزة تمسك بس عشان احترام الشهر بس هي تفطر تشرب مية وتعمل حاجة عشان تفعل الحكم لكن هي عايزة تمسك يعني الاحترام للشهر لا بأس بس هي المسألة المسألة ببساطة خالص إن هي لازم تتأكد إن في نفس الأوصاف لأن لو ما فيهوش نفس الأوصاف وهو كان حصل جفوف أو شيء اللي نتراتب عليه حكم الصيام وحكم الصلاة فاحنا لازم نتأكد من الأوصاف الأول نعم تمام السؤال الثاني أنا مريض قولون ودائما عندي إمساكه كده فبستعين لما وضع في الكلمة وقت تخول الحمام بزي حقنا شراجية بمية كده قال تبطل الصيام لا ما تسمعاش حقنا شراجية أنت بتقول مية عشان تحاول أن أنت تساعدك في هذا الكلام أول حاجة لا تبالغ جدا جدا في ده وصيامك صحيح يبقى لا تبالغ جدا جدا في ده في وقت الصيام وصيامك صحيح إن شاء الله يا سادة احنا نتكلمنا النهاردة وكنا مع بعض واحنا نتكلم وذكرنا أن احنا نكون مع الله سبحانه وتعالى وذكرنا أن احنا كل ما تحققنا بسلام الافتقار إلى الله خلى من قلوبنا كل إحساس بأننا نحتاج إلى أي شيء حتى لو كنا نحتاجين لعبادتنا آه صحيحة نكسر العبادة بس كل ما بنكسر العبادة كل ما بنحس أن احنا محتاجين إلى الله لأنه هو اللي وفقنا إلى العبادة فكل ما تزداد عبادة اعرف علامة أن أنت صادق العبودية ولا لا أن أنت كل ما بتزود العبادة كل ما تزداد افتقارا إلى الله كل ما تحس أن ربنا سبحانه وتعالى قبلك قبلك فقير من فقراءه الذين على ساحته الذين سيغنيهم فافرح أن أنت فقير إلى الله وعيش بفقرك هذا لله سبحانه وتعالى وعليك أن تشعر بأمان يتغلى كل يسري في دمائك أن أنت فقير إلى الله فالفقير يغنيه الكريم فأنت إذا عشت بهذا الافتقار تحس بسلام تحس أن حتى عبادتك المتوقف على قبول الله سبحانه وتعالى فأنت مفتقر إلى الله فأنت لو عبدت الله تزيد في العبادة وكلما ازددت في العبادة ازددت في الافتقار ويا سلام لو أنك أنت خلوت بالله سبحانه وتعالى ودعوت الله سبحانه وتعالى واخترت صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وتعلقت بها كصفة القدير وتقول لمولانا سبحانه وتعالى في خلوتك يا سلام يا من أنت قادر على كل شيء وعبدك لا يقدر على شيء وأنت تراني قد كسرني كل شيء وأنت مولانا تعلم أن هذا من وهمي وأنت تقدر على أن تصرف عني أوهامي وتغسن قلبي من أوجاعي وتمنع عني أفكار السوء وإني قد حسنت الظن فيك فيا قدير أسألك أن تزيل عني أوهام نفسي وإني على يقين أنك على كل شيء قدير يا ربنا يا قدير نسألك أن تجعلنا من أهل التيسير وأن تجعل كل واحد منا يذوق حلاوة أنه إليك فقير يا رب العالم